السلام عليكم أحبتي الكرام وصلنا الآن إلى الدرس الثانوة السبعين وكلمة مهمة جدا أيضا اليوم كلمة become سوف نتعلم استخداماتها في أمثلة ومرادفات كلمة become فقط في دقيقتين هدفنا نحفظ تسعين بالمئة من هذه المعلومات لهذا الدرس من أول مرة عشرين كلمة جديدة تقريبا لهذا السبب إذا أريد أن نحصل على هذا الهدف يجب أن نركز جيدا من الآن حتى نحفظ أكبر كمية من المعلومات اجهز اكتب جميع العبارات تحتاج إلى كراس وقلم حتى تدون جميع المعلومات كر الخلف العبارات بصوت مرتفع حتى تتقنها بشكل جيد أما الآن اضغط على إعجاب لهذا الفيديو اشترك في القناة فعل زر الجرس حتى تحصل على جميع الدروس المجانية الجديدة مباشرة حين نشرحها أما دروس سابقة تجدها أسفل هذا الفيديو في مربع الوصف كلمة become أو فعل become تأتي بمعنى أصبح يصبح هذا المعنى become خلنا أخذ أمثلة حتى نحفظ ونتعلم كيف نستخدم كلمة become المثال الأول أرادت أن تصبح طبيبة المثال الثاني سوف يصبحون جزءا من الحل جزءا من الحل هيا لنقرأها معا أحسنت كررها الآن خمس مرات في صوت مرتفع حتى تتقنها بشكل جيد واكتبها أيضا أما أهم مرادفات كلمة become هي turn out turn out تحول be be أصبح كما أمر علينا في الدرس السابق كلمة be شرحناها بالتفصيل واخدنا أمثلة عليها مؤحدة مرادفاتها كلمة become and be fit بفت لا أمه هذه أهم المرادفات لكلمة become أما الآن حاول أن تكتب جملة مستخدمة فيها كلمة become become استخدمها في جملة write now اكتبها أسفل هذا الفيديو شكرا لك عن المتابعة وانتظرنا في الحلقة القادمة 73 اللي هي كلمة bank سوف نأخذها بالتفصيل ونشرحها ونأخذ أمثل عليها مع مرادفاتها شكرا لك وإلى اللقاء